اشتركوا في القناة والمؤشرات اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من سبتمبر من العام 2022 وبرعاية الوسيطة الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدع فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا على الدولار النيوزلندي تصدر في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهو الناتج الإجمالي المحلي ومن ثم في تمام الساعة الرابعة والنصف صباحا سوف يصدر على الدولار الإسترالي معدل التغير في التوظيف ومن ثم سوف تصدر البيانات الهامة والنارية المرتقبة من خلال الأسواق والذي تعتبر الدفعة الأخيرة من مؤشرات الأرقام القياسية الخاصة بقياس التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وهو الريتيل سيلز مبيعات التجزئة وتصدر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساعا وأيضا معدلات الشكاو من البطالة ومؤشر فلادلفيا للصناعات التحويلية إذن أخواني العزاء نبتدي فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إندكس ونلاحظ أخواني العزاء أن مؤشر الدولار الأمريكي قد استطاع أن يتماسك مجددا أعلى المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسون يوم وعلى مستوى المائة وتسعة والذي يمثل منطقة دعم هامة لمؤشر الدولار الأمريكي وشاهدنا بيانات التضخم للاقتصاد الأمريكي قد صدرت بشكل واضح كما هو متوقع وتشير إلى استمرارية رفع سقف التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن شاهدنا الPPI قد صدر بشكل إيجابي مما يعزز استمرارية النظرة السلبية للتضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية مما قد منح الدولار الأمريكي بعض من الحافز ولكن ننتظر البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر اليوم وهي الدفعة الأخيرة لتأكيد النظرة حول التضخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذي على ضوءها سوف يقرر الاحتياط الفيدرالي في الأسبوع القادم سعر الفائدة ونسبة الفائدة التي سوف يحددها في الجلسة القادمة في الأسبوع القادم وهي من المتوقع بنسبة كبيرة قد تكون بنسبة 85% أن يتم رفع الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس وهناك بعض الأصوات التي تتوقع رفع الفائدة ب100 نقطة أساس للإستمرارية بالسياسات التشددية لكبح التضخم في الاقتصاد الأمريكي إذن أخواني العزاء ننظر إلى الدولار إندكس من نظرة فنية إذا نجح باختراق مستوى 110 حينها سوف ينجح بإنهاء تصيحات ويستمر في المكاسب والقوة للدولار الأمريكي أمام أزواج العملات وسوف يعود الضغط مجددا على الأسواق أما كسر مستوى 109 قد يعيد مؤشر الدولار الأمريكي إلى الدخول في غيبوبة مؤقتة وقد نشاهد الأسواق تتنفس مجددا ونشاهد حتى اللحظة خلال الجلسة الحالية الأسعار تتداول في ظل الزون المضلل أمامكم على الرسم البياني وننتظر كسر أو اختراق أحد الأطراف للزون الماثل أمامكم من أجل أن نحدد المسار القادم للدولار الأمريكي إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد أن زوج اليورو دولار لا يزال يتمحور ويتداول حول نقطة المحور ونقطة البايفيت الماثلة عند مستوى نقطة التعادل الماثلة عند الواحد يورو مقابل واحد دولار أمريكي وحتى اللحظة كسر مستوى نقطة التعادل وتأكيد هذا الكسر وعودة التداولات أدنى نقطة الواحد سوف تعيد مكاسب الدولار الأمريكي مجددا وقد نشاهد مستوى الصفر فاصلة تسعة وتسعون ألف وقد نشاهد السبعة وتسعون ألف ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الرئيسي الهابط إلا باختراق مستوى الواحد فاصلة صفر الفين والثبات أعلىها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباون دولار وحتى اللحظة لا تزال هناك بغوط بيعية ومشاهد على لونغ تيرم الزوج لا يزال يتداول في طلقناة رئيسية هابطة أدنى الداون تريند لاين واستمرارية التداولات أدنى مستوى الواحد فاصلة سبعتاش ألف وستمائة لا تزال تضع السيناريو المرجح فنيا هو السلبي الهابط والذي لن نشاهد استئناف الهبوط بشكل حقيقي ولن نشاهد مكاسب قادما للدولار الأمريكي بشكل فعلي إلا بكسر مستوى الواحد فاصلة أربعتاش ألف وثلاثم ولن يلغى هذا السيناريو السلبي الهابط إلا باختراق مستوى الواحد فاصلة سبعتاش ألف وستمائة إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الباونديان الملقب بالمجنون ونشاهد زوج الباونديان يحاول أن يفقد الزخم الإيجابي الصاعد نوعا ما وإذا نجحت الأسعار حتى اللحظة بتأكيد كسر مستوى الواحد وخمسة وستون فاصلة ستمائة واستمرت التداولات دون المتوسط المتحرك قد نشاهد فقدان للزخم الصاعد وتكوين تريند فرعي هابط قد يستهدف مستوى الـ 164 ولكن فعليا لن يستطيع الزوج أن يلغي السيناريو الإيجابي بشكل قطعي إلا بكسر مستوى الـ 164 لزوج الدولار الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي وحتى اللحظة المشاهدة الزوج يتعرض ويتعرض لضغوط بيعية وحتى اللحظة استمرارية التداولات دون المتوسط المتحرك ودون مستوى الـ 0.67600 لا تزال تضع الزوج في وضع حرج قد يؤدي به إلى الهبوط إلى مستويات الـ 0.66000 وحتى اللحظة استمرارية التداولات دون الـ 69000 لا تزال تضع الزوج في ظل السيناريو السلبي الهابط على long term إذن أخواني العزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني وعلى الصعيد الفني نشاهد الزوج على long term ونتفق أن على long term نشاهد قناة رئيسية صاعدة والأسعار لا تزال تتداول أعلى الـ uptrend line للقناة رئيسية صاعدة ونشاهد هناك uptrend line فرعي صاعد نشاهد التداولات حتى اللحظة لا تزال تتماسك أعلى الـ uptrend line الفرعي وإذا نجحت الأسعار حاليا ببناء تكتلات شرائية أعلى المتوسط ومتحرك لمدة 55 يوم سوف نشاهد استئناف الترنت الإيجابي واستهداف مستوى 145 ومع اختراق مستوى 145 سوف نشاهد مكاسب حقيقية للدولار الأمريكي قد تصل مستوى 150 ونظل نؤيد السيناريو الإيجابي طوالما أن الأسعار مستقرة على المئة وأربعون وبكسر المئة وأربعون سوف نغير نظرتنا الإيجابية لزوج الدولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليراء التركيا ونشاهد تداولات ضعيفة تتسم بقلة السيولة تداولات عرضية نوعا ما نشاهد الأسعار تتداول بشكل موجات عرضية تتمحور حول المتوسط ومتحرك لمدة 55 يوم ونظل على نفس السيناريو لن نشاهد مكاسب للدولار الأمريكي إلا باختراق مستوى 18.30 واستمرارية التداولات أعلى مستوى 18 ليرا للدولار الواحد لا تزال تضع السيناريو المرجح فنيا هو السيناريو الإيجابي الصاعد وحتى اللحظة نتوقع استمرارية التداولات العرضية المحصورة والمتمحورة حول المستويات المذكورة سلفا إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين لا يزال يستقر ويتمحور حول منطقة الدعم الهامة وتعتبر مستوى الحاجز النفسي الماثل عند مستوى 20 ألف دولار للبيتكوين الواحدة حيث أن كسب مستوى 20 ألف دولار سوف يعرض البيتكوين إلى السقوط وإلى هبوط حاد يستهدف مستوى 18 ألف دولار مجددا ولن يستطيع البيتكوين أن يتحاشى هذا السقوط وهذه الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 21 ألف دولار والثبات أعلاها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الريبل ونشاهد الريبل هو الآخر يحاول التماسك بعض الشيء ولكن حتى اللحظة كسر مستوى 33 سنت سوف يفقد الريبل الأمال الإيجابية وإذا نجحت الأسعار بكسر 33 سنت سوف يتعرض الريبل لموجة بيعية حادة تستهدف مستوى 28 سنت ولن نشاهد الريبل يحقق مكاسب قادمة إلا بالعودة مجددا أعلى 36 سنت للريبل الواحدة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وأولا نبارك لأخوتنا المشتركون معنا في خدمة الفي آي بي اقتناص الفرصة بتوصية الذهب وحتى اللحظة نشاهد الذهب حتى اللحظة يتداول في ضل قناة رئيسية هابطة وإذا استمرت التداولات على الشورت تيرم بمحاولة كسر مستوى الدعم الماثل عند مستوى 1699 أو 1700 دولار عنصة الواحدة إذا نجحت الأسعار بتأكيد كسب مستوى 1700 دولار للأنصة الواحدة سوف نشاهد امتداد لخسائر ملك الملاذات الآمنة الذهب وقد نشاهد استهداف لمستويات 1680 دولار وقد نشاهد على اللون تيرم مستوى 1650 دولار ولن يستطيع الذهب أن يتحاشى هذا السقوط وهذه السلبية إلا باختراق مستوى 1725 دولار وعودة التداولات علىها ويذكر أن الذهب حتى اللحظة لا يزال يتجرع ضغوط بيعية شديدة جداً قد تودي به إلى المستويات المذكورة سلفاً إذن أخواني العزاء ننتقد إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام لا يزال يتداول في ظل قناته الرئيسية الهابطة وبالرغم من الموجة الصاعدة التي تعرض لها النفط الخام إلا أن هذا الصعود لا يزال يصنف كتصحيحات تسير في ظل القناة الرئيسية الهابطة ولن يستطيع سعار النفط الخام أن تكون مسار فرعي صاعد وأن يتحرم من الضغوط البيعية إلا باختراق مستوى 92 دولار والبرميل الواحد إذا نجحت الأسعار باختراق 92 دولار حينها سوف نشاهد امتداد لمكاسب النفط الخام ومحاولة بناء تريند فرعي صاعد يستهدف 98 دولار و105 دولارات أما كسر مستوى 87 دولار فهو قد ينهي الآمال وقد يغرق أسعار النفط الخام إلى مستويات 80 دولار خلال التداولات متوسطة الأجل إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة هي الأخرى لا تزال تحاول التماسك ببعض من الإيجابية ولن نشاهد مكاسب قادمة للفضة إلا باختراق مستوى 20 دولار والثبات علىها وعودة التداولات دون مستوى 18.80 سوف تقضي على أمال الفضة وسوف نشاهد الهبوط إلى مستويات قد تصل للـ 17 دولار وما دونها إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي وشاهدنا الغاز الطبيعي هو الآخر يحاول الفروج عن الـ downtrend line وقد نجح فعليا باختراق الخطة الاتجاه الهابط ولكن يتبقى للغاز الطبيعي الشرط الوحيد الذي تحدثنا عنه في التحليلات السابقة وهو مستوى 9 دولارات والذي إذا نجح باختراقه والثبات أعلى حينها سوف ينجح بالتحرر من الضغوط البيعية وسوف يبدأ بمحاولة بناء المراكز الشرائية واستعادة الزخم الإيجابي والانطلاق صوب مستويات العشرة والـ 11 خلال التداولات القادمة وشرط تحقق هذا السيناريو هو ثبات الأسعار أعلى التسعة وتأكيد هذا الاختراق إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الدول جونز الصناعي ونشاهد حتى اللحظة الأسهم الأمريكية تعاني والمؤشرات الأمريكية حتى اللحظة تعاني مع صدور بيانات التضخم في اقتصاد البلاد المتحدة الأمريكية وحتى اللحظة استمرارية تداولات مؤشر الدول جونز أدنى مستوى الـ 31.600 لا تزال تعرض الدول جونز لمزيد من السلبية التي قد تهوي به إلى مستوى الـ 30.000 خلال التداولات متوسطة المدى وقد نشاهد تداولات دون مستوى الـ 30.000 وشرط استمرارية النظرة السلبية لمؤشر الدول جونز هو استمرارية التداولات أدنى 32.400 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أنت بورز SP500 ونشاهد الـ SP500 لا أزال يتمانسك ويتداول بالقرب من منطقة الدعم الأخيرة الماثلة عن مستوى الـ 3.900 والذي إذا نجح بكسرها سوف نشاهد دخول الـ SP500 في ظل موجة بيعية وفي شلالات الدماء الذي قد تهوي به إلى مستويات 3700 ولن يلغى هذا السيناريو التشاؤمي للـ SP500 إلا باختراق مستوى الـ 4080 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الدكس الألماني وحتى اللحظة هو الآخر يتجرع الضغوط البيعية واستمرارية التداولات دون متوسط المتحرك ودون مستوى 13.290 لا تزال تضع مؤشر الدكس في وضع حرج وفي ظل ضغوط بيعية ولكن فعليا لن نشاهد مؤشر الدكس يتعرض لضغوط بيعية قوية إلا بكسر مستوى 12.800 والتداول دونها إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك يحاول الصمود والتماسك ولكن حتى اللحظة يقترب من مناطق محورية وهي مستوى الدعم الماثل عن مستوى 6.180 والذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم حيث أن كسر هذا الدعم الماثل عن مستوى 6.180 سوف يدخل مؤشر الكاك في ظل موجة بيعية وفقده المكاسب السابقة ويحوي به إلى مستوى 6.500 وإذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك يحاول حتى اللحظة أن يتحاشى الهبوط والوقوع في شلالات الدماء ولكن حتى اللحظة نشاهد لا تزال الضغوط البيعية قائمة وإذا نجحت الأسعار بالعودة مجددا دون مستوى 12.140 سوف نشاهد حينها دهول مؤشر النازدك في ظل الضغوط البيعية وفي ظل موجة هابطة قد تهوي بالأسعار إلى مستوى 11.800 و11.500 خلال التداولات القادمة ولن يستطيع مؤشر النازدك أن يتحرر من الضغوط البيعية إلا إذا نجحها باختراق مستوى 12.600 والثبات أعلىها إذن أخواني لعزائل هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله